موسيقى عرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام لأمنيا بنك في لقاء صحفي التأم بالدار البيضاء التقرير السنوي والنتائج المالية المحققة في النصف الأول من السنة الجارية هذه أول سنة التي اشتغلنا فيها منذ الحصول على العقود في شهر يوليوز الماضي الحمد لله النتائج إيجابية على عدة مستويات نحب نشكر في هذا المكان جميع الزبناء اللي وضع التقديلهم فينا وواكبونا خلال هذه المرحلة بفتح حساباتهم معنا بتمويل سيارتهم وتمويل السكن ديالهم فهذا الجانب حنا ساهمنا بإدماج شريحة من المواطنين المغاربة اللي يحبدو هذا النوع من التمويل في هذه العمليات وتحب نذكر كذلك بأن أمنيا بنك وبنك شامل تقدم لزبانة دياله جميع الخدمات البنكية من فتح حساب وتمويلات ووسائل أداء إلى جانب كل ما يتعلق بالتوفير نتائج المالية كانت طيبة نعود نذكر بأن رأس مال البنك وستمائة مليون درهم وأدتهم تنوعاً ما تقادي المساهمين المؤسستين لهم صندوق الإداء والتدبير القرد العقاري والسياحي والدولي إسلامي قطري الجانب الثاني هو أن ميزانية حصيلة يونيو 2018 هذا مليار درهم كون 524 مليون درهم كتمويلات التي وفرت للزبناء و288 مليون درهم كودائع لتم جمعهم طرف الزبناء اللي وضعوا التقاديهم ناتيج البنكي الصافي خلال هذا الشغال بلغ 5 مليون درهم ويذكر أن أمنيا بنك وبعد انطلاقه في شهر ماي من السنة المنصرمة يعد ثمرة شركة بين القرد العقاري والسياحي والبنك الدولي الإسلامي القطري وصندوق الإداء والتدبير